أدهى وقدود مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم حلقة جديدة والسادسة ومبروك طبعا في البداية مبروك للنادي الأهلي ومبروك لنجوم النادي الأهلي والجهاز الفني والإدارة للنادي الأهلي وقبل كل دول مبروك لجماهير النادي الأهلي في كل مكان التأهل للمرة السبعة عشر في تاريخ النادي الأهلي في مشوار وفي بطولات دوري أبطال أفريقيا أرقام كتيرة جدا بتعكس حجم وقوة المرض الأحمر على بصوات ملاعب أفريقيا الحقيقة مش بس تخطي عقبة بشوفها هي الأصعب في مشوار الأهلي السنة دي في دوري أبطال أفريقيا لكن مكاسب كتير جدا أهمها التوقيت لأنه قبل مواجهة سانداونز مخفيش على حضراتكم أنا وكتير من جماهير النادي الأهلي كنا شايلين هم كبير جدا في قبل المواجهة دي كنا شايفين واللي امتبعين دوري الأبطال من أول وشايفين قوة فريق سانداونز شايفين أنه واحد من أفضل فرق على مستوى القارة كلها في البطولة دي تحديدا وكنا شايفين وكت أنا شايف الحقيقة أنه مواجهة الأهلي السانداونز هي نهائي مبكر للبطولة كون أنه ده يحصل في ظروف عانى فيها النادي الأهلي من مشاكل كتيرة جدا ضغوط جماهيرية عدم رضا في أوقات كتيرة جدا على مستوى الأداء عدم تحقيق نتائج مميزة اتعودنا عليها في الدوري المحلي في مطشاط قدم فيها الأهلي عروض لا طليق باسم نادي الأهلي ولا بوصفه حامل اللقب لقب البطولة ولقب حتى دوري أبطال إفريقيا وكنا مش متطمانين وكنا مش قلقانين خصوصا أنه فيه كمان بعض اللاعبين اللي كانوا بيمثلوا أعمدة أساسية في مشوار الأهلي في تحقيق السلسية كانوا بوعات شوية لأسباب مختلفة أسباب فنية وأسباب ليه علاقة بإصابات وواء إلى آخر عشان كده الظروف دي تقول لحضرتك أنه الأهلي حضر دايما في المناسبات الصعبة وأنه روح الفنية الحامرة وأنه شخصية البطل عند النادي الأهلي تعود أي أوجه خصور ممكن يقابلها النادي في مشواره أثبتت أو أثبت الجيل ده وأثبت الجهاز الفني قبلهم ميستر موسيماني والكلام عنه هيكون كتير في حلقة النهاردة أنهم قد التحدي وقدرة النادي الأهلي على تجاوز سانداونز وقول إنه الأهلي إن شاء الله بإذن الله هو فرس الرهان وهو المرشح الأول للفوز بالبطولة المواجهة اللي جاية مع الترجي وللأسف شديد جدا في الطبيعي كان ممكن أقول لحضرتك ريح ضهرك إسم الضهرك خد نفس طويل كده واستنى شهر عشان تحضر لمواجهة قبل النهاية في دوري أبطال إفريقيا لكن دي مش القاعدة في النادي الأهلي تقفل صفحة دوري الأبطال تفتح صفحة سوبر إفريقيا وما بين بطل جنوب أفريقيا وبطل تونس مطلوب منك تواجه بطل الكنفيدرالية نهضة بركان للأهلي إن شاء الله بيستعد لمواجهته يوم الجمعة الجاية في قطر في بطولة سوبر إفريقيا بطل أبطال الدوري أمام بطل الكنفيدرالية لوهلة كده جمعت مشوار النادي الأهلي وسيب حضراتكم من كم البطولات معروف جدا ده قدر النادي الأهلي وقدر لعبة النادي الأهلي إنك أنت تلف كده يعني زي النحلة ما بتونش من بطولة لبطولة من بطولة لبطولة من دوري لمنديال لدوري أبطال وترجع دوري أبطال في نسخة جديدة عشان تلعب سوبر أفريقيا وترجع تكمل دوري أبطال صفحات ورا صفحات ومطلوب منك تركيز كامل مطلوب منك تقدم أعلى مستوى من الأداء مطلوب منك ثبات في التركيز كل ده مطلوب منك طول ما أنت لابس فنلة النادي الأهلي لكن لو أهلا وسيب حضراتكم تاني من أسماء مسميات البطولات اللي الأهلي شارك فيها أنتوا عارفين حضراتكم أنه النادي الأهلي في خلال سنة تقريبا 12 شهر النادي الأهلي قابل كام بطل مش لعب كام مباراة النادي الأهلي تغلب على كام بطل أو واجه كام بطل بدون كده ما نفكر وبدون ما نعمل حسابات النادي الأهلي هو النادي الوحيد اللي على مستوى العالم قابل أبطال أندية في أربع قرارات مختلفة قابلنا أبطال من أمريكا الجنوبية قابلنا أبطال من أوروبا قابلنا أبطال من أسيا وقابلنا بالتأكيد أبطال من أفريق في مباريات رسمية النادي الأهلي هو النادي الوحيد اللي على مدار سنة أخيرة ما دخلش بطولة إلا وحقق فيها إنجاز سواء كل من نتكلم عن بطولات محلية أو بطولات قرية أو بطولات عالمية وإن شاء الله بإذن الله يكتمل الإنجاز بالفوز بلقب سوبر إفريقيا كلام كتير جدا عن الأهلي وكلام كتير عن مسلماني ومن اللحظة اللي أفنا فيها صفحة سانداونز نفتح فيها صفحة نهضة بركان أنا عارف أنه الناس كتير جدا مهتمة تسمع عن الأهلي والترجي برضو بعتبروا لقاء محترم وهتكلم لأن أنا تبعت مطش مبارح بين الترجي وبين شباب بالوزداد هتكلم بالتفاصيل بس طبعا صفحة نهضة بركان هي الأهم وهي الأقرب وهي المطلوب مننا كلنا نركز فيها خلينا نروح لفاصل نرجع لكم بكل التفاصيل في السادسة شكرا بيتسو الحقيقة بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي يستحق الشكر لأنه الحقيقة الراجل في ظل ظروف صعبة جدا وجهها مع النادي الأهلي بداية من الفترة التي تولى فيها المسئولية شهر الأهلي تعقد مع شهر أكتوبر اللي فات أكتوبر 2020 يعني تقريبا في خلال سبع شهور الظاهر الراجل مع النادي الأهلي تقدر تقول أنه حق العلامة الكاملة في كل المناسبات أو المواجهات أو اللحظات الحرجة واللقاءات الكبرى اللي من عيار التقييل بصرف النظر عن الصعوبات اللي بيواجهها يعني الراجل حقيقة جي في توقيت صعب جدا قبل دور قبل النهاية في دولة الأبطال وكان عندك مواجهة صعبة جدا تبتديها بره أرضك كمان مع الوداد المغربي كان مرشح في التوقيت ده برضو مرشح قوي للفوس بالبطولة وراجل جي في توقيت ما يسمحش الآي المدير فني أنه حتى يلملم أوراقه والراجل تحمل مسئولية وقدم مواجهتين أكتر من رائعين في بداية المشوار مع رجاء زهابا وقيابا وتمكن من تخطي عقبة الوداد وصولا لمباراة الزمالك في النهائي كانت مواجهة صعبة جدا ومواجهة ليها حساباتها وليها تعقيداتها ورغم كده الراجل أجاد ولعب المباراة بشكل محترم جدا وقدر أنه هي حقق لقب دور الأبطال ده عن البدايات أما عن المشوار في حد السؤال حرج في كل اللقاءات الصعبة جدا واللي كان الأهلي فيها على المحك سواء كان بينفس على بطولة زي مثلا ملعبنا في كاس العالم للأندية في مونديال العالم للأندية وجهت فرقة محترمة جدا زي الدحيل على أرضها وعلى ملعبها وقدرت أنك تتخطاها لما قابلت الباير ميونيك الكل أشاد رغم أنه الأهلي ما وده طبيعي وأمر منطقي جدا وده وحتى يعني ما أعتقدش أنه في حد من جباهير النادي الأهلي كانت متوقعة أنه الأهلي يتجاوز الباير ميونيك لكن جماهير الأهلي كلها كانت راضية عن الأداء اللي قدموا الأهلي أمام الباير بطر أوروبا وأمام بالمراس حد سؤال حرج قدمت مباراة أكتر من رائعة وقدت الأقرب للتهديف فيها وأقرب أنك تخلصها في وقتها الأصلي وأنهتها بالفوز بضربات الترجيح ووصلت فيها لبرونزية برونزية العالم في إنجاز ما حقهوش غير الجيل الدهبي للنادي الأهلي حتى في مشوار الأهلي في دولة الأبطال السنة دي كنت فيه أوقات كثيرة جدا ومطبط كثيرة جدا صعبة نتيجة غيابات ونتيجة إصابات ونتيجة ابتعاد كثير من اللاعبين الأساسيين عن مستواهم وتعرضت لمطبط ما كانتش متوقعة ورغم كده في اللقاءات الحاسمة أهمها طبعا كان ماتش فيتا كلاب في الكنغو وأهمها كان مباراة العودة أمام سيمبا وأهمها طبعا كان مواجهة سانداونز ذهابا ورغم أنه الأهلي أداءه في المستوى المحلي ما كانش مطمئن قوي لكن الحقيقة قدمتم بوريات في إفريقيا أولا أروع وقدرت أنك أنت تحسم التأهل وقدرت أنك أنت تتخطى واحد من أقوى الفرق في دور الأبطال عشان كده بقول بيتسو موسيماني علامة كاملة بيتسو موسيماني كل الاحترام والتقدير خدوا بالحضراتكم كمان أنه في نقطة بتهيألي هتفرق كتير جدا مع النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله مع السيزن القادم يعني إذا كللت مسيلة موسيماني مع الأهلي السيزن ده أو الموسم ده بنجاح أنا بيتهيألي إن الراجل اللي كان جاي عمياني وبيحاول يتحسس أو يكتشف كده عناصر الأخوة والضعفة في فرقته بيسمع ويشوف ويتابع ويقيم النهاردة حطت إيديه بشكل واضح جدا على إمكانيات لعابته وعارف كواس جدا شكل الفرقة وشكل ونوع وحجم التدعيم اللي ممكن تكون محتاجاه في الموسم الجاي ومن الموسم الجاي أعتقد أنه نظرية موسيماني رؤية مستر موسيماني مع الأهلي تبقى كاملة والحساب يكون نتيجة الرؤية دي يعني الراجل بيشتغل في حدود المتحدة خلينا اتفق على كده الراجل جيه تسلم المسئولية الوضع كان قائم على رؤية مستر فيلر قبل ما يمشي الراجل جيه تسلم المسئولية وقدم كل المطلوب منه بنجاح يعني بشهادة كل الناس الراجل نجح بالأرقام حتى بصرف النظر عن التقييم اللي هو أنا عجباني كورت الأهلي لا أنا مش عجباني كورت الأهلي لا أنا عايز أحسن يعني ده حاجات نتفق أو نختلف عليها أمور نسبية زي ما بقول لكن بالأرقام موسيماني علامة كابلة وبالتالي أعتقد أنه لما ياخد حريته ويقدر يقيم شكل الفريق ويقدر يبني الفريق اللي ممكن ينقل سيزن جاي إن شاء الله لا واستمر مع النادي الأهلي أعتقد كورت الأهلي مع موسيماني ممكن تبقى في حتة تانية خالص على كل أحوال أخدكم للتفاصيل ومعنا النهاردة كلام كتير خليني أقول لحضراتكم بداية طبعا أنه استعداد الأهلي لمباراة خليني أفكركم بس الأول أو مهم قبل ما أدخل في الأخبار أنه على صفحاتنا طبعا زي ما تعودتم الصفحات الأهلي تيفي على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة على الفيسبوك وعلى انستجرام وعلى تويتر مطلوب من حضراتكم طبعا تختاروا أفضل ثلاث لعبين من وجهة نظركم فرق أجادة مبارح الحقيقة بتلعب فريق كبير جدا على أرضه عنده الدافع وعنده الحافز عنده شخصية البطل ورغم كده تهيالي هدف ياسر إبراهيم ريحنا بشكل كبير جدا ولولا الهدف ده كان ممكن تبقى المباراة أكتر تعقيدا لكن أنا بتهيالي أنه الهدف ده وده اللي أنا كنت بتمنى أنا لما تسألت في السادسة أكتر من بره نفسك فإيه؟ قلتش غير أنه عايز الأهلي يسجل هدف مش عايز أكتر من كده تسجيل هدف ياسر إبراهيم رفع معنوات لعبة النادي الأهلي هدى حالة التوتر خلنا أقرب بشكل كبير جدا للتأهل والعكس الصحيح ده صدر أكتر حالة توتر وحالة صعوبة كبيرة جدا أصرت بشكل كبير جدا على سانداونز وعلى كورتو اللي ظل غاية اللحظات الأخيرة خطير وقريب من نادي الأهلي لكن طبعا نجمنا كان ليهم الأفضلية وقدروا يحسموا بطاقة التأهل لقبل النهائي فعشان كده حضراتكم تختاروا أفضل 3 لعبين طبعا من وجه نظركم في مباراة النادي الأهلي أمام سانداونز مباراة العودة في بريتوريا طيب زي ما قلت لكم الأهلي النهاردة إن شاء الله يوصل قطر تقريبا يوصل على الساعة 12 وحدة بالليل بتوقيت القاهرة رحلة طويلة طبعا من جهانسبرج لقطر يمكن الطائرة هتنزل بس الترانزيت هنا في أسوان وبعد كده تكمل رحلتها إن شاء الله ورحلة طويلة برضو لكن كويس إنه عشان يعني توفيرا للوقت وتقليلا للمجهود حضراتكم عارفين إنه فكرة الصفر في حد ذاتها مرهقة أنت بتتكلم على في 48 ساعة تضرب مشوار من أقصى شمال القرى لأقصى جنوبها 12 ساعة رحلة طيران وفي 48 ساعة تروح رددهم مرة تانية يعني شيء شيء عنيف جدا وتبقى مطالب من بين ده وده إنك تلعب مباراة بطولة هنا مع سانداونز وإنك تسافر تلعب مباراة بطولة مع بطل كونفيدراليت أفريقيا نهضة بركان شيء بيأثر بالتأكيد على الناحية البدنية بشكل كبير جدا لكن كويس الأهلي مسافر بدري قرر طبعا قرار يحسب لإدارة النادي الأهلي إنها تسافر دايريكت بدل ما ترجع هنا القاهرة وبعد كيبقى في رحلة تانية من قاهرة القطر إن إحنا نسافر دايريكت من جوهنسبيرج على قطر عشان يبقى في فترة راحة ويبقى مسافرين بدري إنه يبقى في حالة تأقلم على الأجواء في قطر ونبقى إن شاء الله بإذن الله جأزين لماتش السوبر في ناس بتحسب إنه نهضة بركان مش المنافس الأقوى يعني اللي تخاف منه وإنه فرص الأهلي كبيرة صحيح متفقين فرص الأهلي أكبر بكتير جدا في مطفى السوبر وبطل كفة بطل دوري الأبطال بالتأكيد أرجح من كفة بطل كونفيدرالية الأهلي بتاريخه وبطلاته وبنجومه بالتأكيد كفته أرجح من تاريخ وبطلات نهضة بركان شكل المسابقة في الدولة المحلي وموقف الأهلي المتصدر حتى رقميا أو حسبيا في البطولة حتى اللحظة اللي بنكلم حضراتكم فيها أقوى بكتير جدا من موقف نهضة بركان اللي بعتقد إنه بيحتل مركز سادس أو سابع وقدم موسم متوسط بتهيق لي إنه لعب حوالي عشرين ماتش كسب ستة وخسر سبعة وتعدل في النص فبالتالي كل المعطيات بتصب في صالح النادي الأهلي لكن أبدا أبدا دي مش معطيات دقيقة أو نهائية ماتش السوبر ليه حسابات مختلفة والماتشوات أو البطولات اللي بتحسم من مواجهة واحدة يعني حتى ما فيهاش ذهاب وقياب ما فيهاش فرصة للتعويض بتبقى دايما على المحك وشوفنا حاجات كتيرة جدا بتحصل مش بس عندنا في البطولات الأفريقية حتى في البطولات العالمية وفي دوري أبطال أوروبا إن فرقة بتخسر ومتعفش تعاوض تاني وبالتالي الماتشوات دي بتخوف بيبقى ليها طريقة استعداد وطريقة تحضير مختلفة نوعا ما وبالتأكيد نهضة بركان مش مسافر عشان ياخد مركز تاني عنده طموح وطموح مشروع جدا إنه يختف اللقب من نادي الأهلي من جوهانسبرج ابتدى التحضير يعني ميستر موسيماني الحقيقة يمكن من قبل من الطائرة بتاعتنادي الأهلي تتحرك من جنوب أفريقيا كان ليه اجتماع مع الجهاز المعاون عشان يبتدوا مرحلة التحضير لمواجهة نهضة بركان بطل المغرب وبطل الكنفيدرالية وطبعا ميستر موسيماني مركز وفتح طبعا رفض تماما أي كلام على مواجهة الأهلي مع الترجي التونسي في دوري الأبطال وقال أنا ما بفكرش تماما في دوري أبطال إفريقيا كل تفكيري وكل تركيزي في الفترة اللي جاية على مواجهة بركان إن شاء الله هتلاعب يوم الجمعة بطولة مهمة جدا الأهلي أعتقد هو صاحب رصيد كبير فيها احنا حقنا البطولة دي ست مرات وإن شاء الله بإذن الله تضاف وتحسب للأهلي وتحسب لموسيماني وتحسب للجيل ده من اللاعبين إضافة بطولة جديدة من خلال طبعا التفوق على نهضة بركان في بطولة سوبر إفريقيا فيه كمان رسالة مهمة جدا حقيقة وجهها وخدوا بالحضراتكم دي واحدة من الحاجات اللي بتحسب للجيل ده وبتحسب لمسر موسيماني أو الجهاز الفني اللي تولي المسؤولية إن كل اللي بيحصل من نتائج وكل اللي بيحصل من بطولات بيحصل في غياب عامل مهم جدا 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 ودافع قوي جدا 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 لتحقي البطولات وغياب الجماهير عن المدرجات وما أدراك ما معنى وجود جماهير النادي الأهلي في مدرجات المباريات اللي بيعابها النادي وقد إيه على مدارة تاريخ طويل جدا كان الأهلي متأخر أو كان الأهلي متعثر أو كان الأهلي بيقدم أداء ومرضود مش مرضي وقدرة الجماهير دي إنها تكون اللعب الأول فعلا فكرة إن الجمهور هو اللعب الأول اللعب رقم واحد ده مش مصطلح لا جماهير النادي الأهلي عندها القدرة إنها تحرك الحجر وياما مطشط كتير جدا وخصوصا مطشط صعبة كان الجمهور فيها عامل أساسي فيه إن الأهلي يكسب المطشط دي فالجيل ده الحقيقة مظلوم والجهاز الفني كمان مظلوم إنه قوة الدفع الجماهير في المدرجات مش موجود لكن الحقيقة هم واجه رسالة شكر الجماهير نادي الأهلي وقالوا كمان إن كل رسالة دعم حتى اللي بتوصل ليهم عن طريق سوشيال ميديا وصل لهم وبتمثل لهم دفع كبير جدا عشان يكسبوا المطشط والموجهات المهمة وعلى فكرة بالمناسبة الكلام عن رحلة جوهانسبرج في مطار جوهانسبرج يعني القطر عايز أقول له أقدراتكم إنه فيه عدد كبير جدا من الجالية المصرية وجماهير النادي الأهلي وبعد الجماهير كمان الأهلي في جنوب أفريقيا كانوا حرسين على التواجد فيه المطار يعني خدوا صور مع الجوم الفريق وخدوا صور مع بيتسو موسيماني في رحلة صفارهم طبعا لقطر عشان السوبر الأفريقي طبعا كابتن خطيب ويمكن كثير من اللاعبين وجهوا رسالة شكر لكابتن خطيب والجماهير حتى اللي كانت موجودة في المطار رفعت يعني لفتات أيده فيها كابتن خطيب وبعتوا بيها رسائل زي ما حضراتكم شايفين دي رسالة من جماهير الأهلي في جنوب أفريقيا كلهم الحقيقة كانوا حرسين على وداع الفرقة في مطار جوهانسبرج طيب في بعض الجماهير ودي برضو ملقطات مؤمن زكريا في القلب دايما الحقيقة في بعض الجماهير كانت حريصة أنها زي ما حضراتكم شايفين كده أنها تحتفل بنفس الطريقة اللي كان بيحتفل بيها كابتن مؤمن زكريا بإحرازه الأهداف بقى تقليد كده مش بس نجوم بكرة في ملعب حتى الجماهير ممناسبة ماتش سانداونز عشان نقفل الصفحة دي طبعا النهاردة رسميا نادي سانداونز قدم اعتذار رسمي للنادي الأهلي بسبب بعض يعني محاولات الخروج على النص في بعض الأوقات من جماهير ومؤيدي سانداونز اللي تعرضوا لحافلة النادي الأهلي وكتبوا في البيان بتاعهم لطبعا النادي مامالي دي سانداونز بيرفض بشكل قاطع زي ما حضراتكم شايفين دي طبعا ده نص البيان الرسمي اللي خرج النهاردة بيرفض بشكل قاطع كل أنواع الخروج عن النص والتعصب والهتفات البازيئة اللي صدرت في حق النادي الأهلي وقال كمان أنه يكلف المسؤولين بالتحقيق في الشكوى اللي تم تقدمها وتعقب المخالفين وتحقيق معاهم مش بس مامالي دي سانداونز طبعا شكرا على البيان اللي صدر من مامالي دي سانداونز لكن كمان اتحاد جنوب أفريقيا أصدر بيان كمان بيرفضه لكل محاولات الخروج على النص والاعتداء اللي تم على حافلة النادي الأهلي وأكد أنه هيتم التحقيق في الموضوع طيب نروح ل خبر ده كويس طبعا يعني المصريين في الخليج عموما أو في قطر على وجه التحديد محظوظين يعني هم استمتعوا وده طبعا قياسا على أنه قطر هي اللي نظمت بطولة العالم للأندية أو مونديالة العالم للأندية وهي كمان اللي هتستضيف السوبر أفريقي فخليني أقول لحضراتكم أنه اللجنة المنظمة لبطولة كالسوبر أفريقي أعلنت أنه ماتش السوبر إن شاء الله اللي هيجمع بين الأهلي ونهضة بركان هيسمح فيه بحضور جماهير بنسبة 30% بشرى طبعا وأعتقد أنه جماهير النادي الأهلي في قطر قادرة طبعا أنها تستحوذ على النسبة الأكبر من رصيد التذاكر اللي هيتاح نسبة 30% هي نسبة الحضور زي ما قلت لحضراتكم في المباراة وأعتقد هيكون واحد من العوامل والدوافع اللي يعني تشجع لعيبتنا إن شاء الله على أن هم يحسموا لقب سابع يضاف لخزايا النادي الأهلي في بطولة سوبر أفريقي نروح للصحف جنوب أفريقيا طبعا يعني معظم الصحف الجنوب الأفريقية صلطت الضوء مش بس كمان على تأهل النادي الأهلي على حساب سانداونز ولكن كمان على قدرة بيتسو موسيماني في قادرة النادي الأهلي لتخطي عقبة سانداونز IOL واحدة من الصحف الجنوب الأفريقية اللي قالت أنه موسيماني يقود النادي الأهلي للتخلص من سانداونز في دوري أبطال أفريقيا وتايمز لايف قالت أنه الأهلي بيتخطى سانداونز لنص نهائي دوري الأبطال أما صحيفة سيتزن الجنوب الأفريقية فقالت الأهلي وموسيماني يعبران لنصف نهائي على حساب سانداونز موقع سبورت 24 قال غروب شمس سانداونز في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع الأهلي أما صحيفة كيك آف فقالت موسيماني يقود الأهلي لإقصاء سانداونز من دوري الأبطال بالتأكيد فوز مهمة جدا رسالة مهمة جدا لكل لعف نادي الأهلي أنه أنت مازلت عندك رغم الإجهاد ورغم تولي المباريات اللي لعنينا منها ورغم أنه فيه لعابين كانوا مصابين ولسه ما استعدوش مستواهم بنسبة كاملة شكرا محمد هاني شكرا آمن عشرف كنت رجالة آه مش نفس الفورمة ومش نفس الأداء اللي تعاوننا منكم قبل الإصابة لكن الحقيقة في الظروف اللي بيمر بيها النادي الأهلي شكرا جدا كنتم رجالة كل اللعبة النادي الأهلي حقيقة كانت رجالة محمد شناوي علي المكاملة آلية ديانك علي المكاملة محمد شريف حاول وحاول وحاول طاهر أعتقد أنه الهدف اللي أحرزه في مباراة الزهاب كان مفتاح الفوز اللي اتحقق ومستني منه الكتير كل رجالة الأهلي عمري الصلاية بدر بنون ياسر إبراهيم أكتر من رائع وياسر بالذات من اللعبة اللي حضرة يعني اللي بص لجوال ياسر كده حيلاقي أنه دايما في المطشاط المهمة المطشاط اللي نتيجتها تخرس بجول أو باتنين المطشاط مع الفرق الكبيرة ياسر إبراهيم دايما حاضر الحقيقة كل اللعيبة كانت أكتر من رجاله اللي يتفق معايا أنه الخمسة دول لين الميسي كريستانو رونالدو كيليا نمبابي محمد صلاح نيمار هم أفضل خمس لعبيين في العالم اللي يتفق معايا على المبدأ ده خلينا أقول لك أنه ولا واحد من الخمسة الكبار حقق بطولة الدولة السنة دي أو حقق بطولة على أقل تأدير يعني لا كريستانو رونالدو مع اليوفي حقق بطولة لا لين الميسي مع البرسا حقق بطولة لا محمد صلاح مع ليفر بول حقق بطولة لا نمار ولا مبابي مع فريسان جرماء حققوا بطولة يعني طبعا رقميا أو حسبيا الدولة الفرنسي لم ينتهي بعد لكن أبكام على دوري أو دوري أبطال بكلم على الدوري البطدوري المحلي في كالتشيو أو بونزلي أو بريمير ليج أو ليج أه أو لا ليجة في أسبانيا أو وصول لدوري أبطال والفرق دول كلهم الحقيقة متعودين يشوفهم على أقل تأدير قبل نهائي ونهائي بكلمكم على البارسا بكلمكم على البي أش جي بكلمكم على اليوفي كل الفرق أبكلمكم على ليفر بول فكل الفرق دي في الفترة الأخيرة كانت حامل لقب كانت وصيف السنة دي كله خرج خالي الوفاد لحد فيهم حقق بطولة دوري محلي ولا حد فيهم حنشوفه في مباراة نهائي دوري الأبطال يوم السبت اللي جاي إن شاء الله يوم 29 بين المان سيتي وشيلسي طبعا يعني مفرقة غريبة جدا وده اللي مخلي أنه رونالدو في الغالب في حالة عدم قدرة اليوفي أنه يحل في الترتيب يسمح له بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا السنة اللي جاية فغالبا غالبا وحسب تقرير نشرته صحيفة لا ريبابليكا في إيطاليا قالت إنه إذا فشل اليوفي في التأهل لدوري أبطال فغالبا الصف اللي جاي هيكون معاد مغادرة كريستيانو رونالدو لتورينو أو اليوفي عشان هو عنده رغبة الحقيقة في المشاركة في دوري الأبطال ومعندوش أي نية أن يشارك مع اليوفي حتى في بطولة اليوروبا ليج في حالة تأهله لها لأنه بطولة بالنسبة له ومش بطولة مفضلة أو حتى مش حريص النواة يتباحها وعمره محضر أي مباراة لها ده طبعا على حد تعبير كريستيانو رونالدو النجم في التوقيت ده مهم جدا بالنسبة له ومشاركة في بطولة دوري الأبطال مهم على كل مستويات مهم على مستوى الرانكينج أو التصنيف ليه على مستوى العالم مهم على مستوى الفوز ببطولات أو بألقاب شخصية كل ده بيهم نجم كبير جدا بحجم كريستيانو يهم النجوم الكبار التانيين لأنه بالمناسبة فيه كلام كتير جدا على أنه محمد صلاح مرشح لأنه ينضم للبي أجي كيليا نيمبابين مرشح أنه ينضم لليفر بول ميسي أكد خلاص بقاه في البرسة وبالتالي معالم الانتقالات ممكن تحسيمها بشكل كبير جدا مشاركات الأندية دي في دوري الأبطال بالمناسبة في اللحظات اللي احنا بنحضراتكم بنكلمكم فيها ليفر بول عامل أنا بشوفها لي منتدى كبيرة جدا لأنه حتى اللحظة دي هو متفوق على كريستل بلاس بنتيجة 1-0 ده يخليه يحتل مباشرة الترتيب رقم 3 في جدول البريمير ليج وده يسمح له بشكل مباشر طبعا في المشاركة في دوري أبطال أوروبا السنة الجاية وأعتقد دي ممكن تكون عنصر حاسم جدا في قرار صلاح بالبقاء والاستمرار مع ليفر بول أو مغادرة الأنفيلد لوجهة لا يعلمها إلا الله فاصل ونرجع لحضراتكم على طول يسوى بصراحة أكتر من كده بكتير واحد من أهم ده رأيي الشخصي وما زلت بأكد عليه واحد من أهم الصفقات في الأندية المصرية عموما مش بس بتكلم عن نادي الأهلي في السنوات الأخيرة وبشوفه واحد من أهم اللعبين المحترفين اللي جون مصر لعب بإمكانيات أكتر من رائعة وأعتقد أنه مستوى تطور بشكل كبير جدا مع النادي الأهلي أعتقد كمان أنه بفوزه بأنتو عارفين حضراتكم المتابعين معنا السفتاء الجماهير على أفضل لعاب النادي الأهلي في كل مباراة عارفين أنه ديانجي بيحتال صدارة الترتيب برصيد 23 نقطة وكان لعب شهر أربعة الأخير بسبع نقاط ولغاية اللحظة دي يمكن هو الأكتر تفوق بين لعاب النادي الأهلي في مباراة شهر خمسة أفكركم على صفحاتنا تختاروا أفضل تلات لعابين في ماتش سانداؤنز الأخير هنروح ألمانيا ونتكلم على الدوري الألماني وبنتكلم على والمناسبة الحقيقة يمكن فيه فترة اللي جاية اللي بيحبوا الكرة طبعا على مستوى العالم كله عندنا الأوليمبيكس في توكيو عندنا ماتشات كاس أمم أوروبا عندنا طبعا إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بدون مقاطعة أهل الأهلي نهائي دوري الأبطال هيكون في شهر يوليو في سبعة أو تمانية يعني إن شاء الله بإذن الله نتمطع بكرة عالمية هيكون معنا من خلال فيديو كونفرنس فلوريان بليتنبرج الصحفي الألماني الصحفي بشبكة سبورت وون الألمانية بداية طبعا برحب بك على شاشة النادي الأهلي وخليني أسألك في البداية على تتويج لقب باير ميونيخ بلقب الدولي الألماني أنا واحد من عشاء ومشجعي البايرن لكن سؤالي الأول هيكون سيطرة مطلقة الحقيقة والبايرن يغرد منفردا في مسابقة الدولي الألماني هل بتشوف إنه ده نوعا ما ممكن يكون بيأثر سلبا على قوة البونزليجا؟ تحياتي من مدينة ميونيخ مساء الخير وتحياتي إليكم في مصر بالفعل بنسبة لسؤال حضرتك بالفعل باير ميونيخ يستطيع تحقيق كل الألقاب وهو يسيطر سيطرة كاملة على البونزليجا في ألمانيا أعتقد أن هناك فرق قوية مثل لايبيتسيج باير لفيركوزن هناك فرق قوية وعندما نقارن جودة اللاعبين والإدارة والمنظومة مع باير ميونيخ فهناك فرق كبير فرق شاسع لذلك يستطيع باير ميونيخ السيطرة الكاملة على تحقيق الألقاب والبونزليجا وأيضا ما نراه في الشامبيونزليج وما حقاكم من إنجازات رغم كل ذلك نرى أيضا أن هناك بعض التغيرات بمعرحيل المدرب الحالي فعلا الباير ميونيخ هو الأقوى طيب يمكن إحنا بنحب البايرن أو البايرن لي مشجعين كتير في مصر بسبب الكورة والنجوم طبعا اللي بيلعبوا باسم باير ميونيخ لكن في بعض الأندية كمان لها نصيب من الشعبية لأنه كان فيه نجوم مصريين بيلعبوا فيها زي كايزر سلاوترن، زي بروسيا دورتمون، زي فيردر بريمن وده يخليني أسألك عن خروج أو سقوط فرقتين منهم تاريخ كبير جدا في الدوري الألماني وخروجهم من الدوري الممتاز هم فريق شالكي وفريق فيردر بريمن من وجهة نظرك إيه هي الأسباب اللي قدت للخروج ده؟ أنا أعلم وأعرف محمد زيدان وهاني رمزي ولعبين مصريين قبار عظماء أعرفهم جيدا ولعبوا بالفعل في البوندس ليجا في دورتمون، عسيب المسائل، محمد زيدان أرى أن ذلك أمر مخيب للآمال وأمر محزن هبوط شلكة وبريمن إلى دوري الدرجة الثانية في البوندس ليجا رقم 2 في ألمانيا أعتقد أنها مشكلة جودة جودة لعبين فرق كبير، فرق شاسع بين اللاعبين وبين جودة لعبين والمدربين أيضا هناك تغيرات وانتقالات كثيرة حصلت بين المدربين في شلكة عدم استقرار وهذا من أهم الأسباب التي أدت إلى هبوط شلكة عندما نتحدث عن محمد زيدان على سبيل المثال هناك لعبين عديدين بالفعل حققوا إنجازاتوا أيضا مع هذه الفرق ولكن هذا العام بأسباب مختلفة كما ذكرت لحضرتك حاليا أنتقل معك لنقطة مرتبطة بأسماء عدد من المدربين الألمان سواء كنت بتكلم على يوكيم لوف مدرب المانشافت مدير الفني لمنتخب ألمانيا أو يورجين كلوب اللي حقق مسيرة نجحة ومشوار ناجح مع دورتموند وليفر بول حاليا وأيضا هانس فليك الحقيقة تقارير كثيرة جدا وأنباء بتكلم على مستقبل المدربين التلاتة البعض رشح يورجين كلوب لقيادة المنتخب الألماني خلفا لواكيم لوف البعض تكلم على أن المسئولية تحملها هانس فليك في الوقت اللي بعض التقارير رصدت أنه هانس فليك كمان مرشح لتدريب بارشلونا من وجهة نظرك أي الأمور أقرب لأنها تكون حصلة على أرض الواقع تمكن لمعلوماتي بارشلونا وتوتنهام ويوفينتوس تحدثوا بالفعل مع هانس فليك عن طريق بعض الإعلاميين وبعض المسئولين أنا أعتقد أن هناك كلام كثير في ألمانيا ولكن اعتقادي وتبقى لمعلوماتي هانس فليك سوف يمضي عقده في الفترة المقبلة مع المنتخب الألماني سوف يكون بتدريب المنتخب الألماني وأنا أؤكد ذلك لأني متابع جيد لهذا الملف هانس فليك هو المرشح الأقوالي المنتخب الألماني بكل تأكيد طيب إذا كان وقتك يسمح بالانتظار معنا تسمح لنا هنروح لفاصل سريع جدا ونرجع نتواصل معك مرة تانية من خلال السادسة على شاشة الأهل مرة تانية برحب بحضراتكم في السادسة وهنكمل حوارنا من خلال الفيديو كونفرنس مع فلوريين بليتنبرج الصحفي الألماني بشبكة سبورتواني يعني يمكن كنا بنتكلم على المدربين الألمان في الفترة الأخيرة وكلامي هيستمر معاك عن المانشفت أو المنتخب الألماني في الفترة اللي جاية ودايما عودتنا ألمانيا وعودنا المنتخب الألماني على أنه مرشح بارز ومهم جدا في أي بطولة دولية بياخدها خليني أخد رأيك وتوقعاتك كمال لمشاركة المانشفت في بطولة كاس أمم أوروبا سهلا مرة أخرى أعتقد أن بطولة أمم أوروبا القادمة فهي صعبة جدا حيث فرنسا والبرتغال وفرق قوية منتخبات قوية هناك كاستيجن على سبيل المثال هناك لاعب وقد قمت بعمل انتروفيو معهم وسألتهم أسئلة مباشرة عن بطولة أمم أوروبا وتحدثت معهم على سبيل المثال المنتخب الألماني وأعربوا بكل وضوح أن لدينا مشاكل عندنا مشاكل في المنتخب الألماني هناك عدم استقرار فلا نتوقع الكثير كإنجازات أو نتائج قوية في بطولة أمم أوروبا القادمة ستكون قوية بالفعل لا أتصور أن المنتخب الألماني الرغم أن المنتخب الألماني يمتلك لعبين جديدين هناك لعبين أقوياء لعبين يلعبون من أجل البطولات بكل تأكيد ولكن الأمر والتوقعات صعبة للغاية نتخل معك بالكلام على الانتقالات في ظل موسم كان صعب موسم مرتبك من ناحية الاقتصادية الكثير من عندها الأوروبية في كلام عن بعض الانتقالات المتبطة بنجوم الدولي الألماني يعني في بعض التقارير رصد مثلا أنه ده هيكون الموسم الأخير لدافيد ألبا نجم طبعا باين ميونيخ مع الفريق البافاري وأنه في طريق الانتقال غالبا لفرقة ريال مدريد في كلام ما أيضا على أنه في كتير من الفرق حتى تحت عنيها متابعة لنجم بروسيا دورتموند إيرلينج هولند وأنه هم متوقعين أنه هو ينتقل ويكون ده برضو الموسم الأخير تتكلمني على أهم الصفقات سواء اللي هتغادر البوندزليجيا أو المرشحة أنها تنضم لفرق ألمانية في الموسم القادر الموقف صعب للغاية فحدثت مع الرئيس باين ميونيخ فعلا باين ميونيخ بالفعل خسر الكثير من الأموال أربعة مليون يورو على سبيل المثال بسبب عدم وجود ومشاركة الجمهور بسبب فيروس كورونا وعشرين مليون آخرين بسبب كورونا بسبب الإعلانات والجماهير هذا يؤثر بالفعل على سوق الانتقالات عندما تحدث على ناجل سمن فهذا هو حدث أربعين مليون على سبيل المثال يورو تم دفعهم في هذه الصفقة هذا قد يؤثر على الباين ميونيخ وهالند أيضا لعب قوي لعب كبير يتحدثون الكثيرين هنا في ألمانيا عنه وهناك كلام كثير سبعين لستين وتمانين وأرقام مليون يورو أرقام كبيرة تم وضعها عندما نتحدث أيضا عن ألعبة ألعبة يبحث عن تحدي جديد ولكن أعتقد هو وجهته يا ريال مدريد كما ذكرت حضرتك فلوريان بليتنبرج الصحفي بشبكة سبورت وان الألمانية بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا في السادسة يعني زميلي بلغوني أنه للأسف طبعا كان كل الجماهير المصرية النهاردة بتتبع المباراة الأخيرة لليفر بول أمام كريستل بالاس وكانت في انتظار تسجيل صلاح يفض الاشتباك بينه وبين هاري كين الحمد لله الجزء ينص الكباية المليان أنه ليفر بول كده احتل لمركز ثالث وبالتالي هيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم اللي جايري منتدى بعد موسم صعب الحقيقة عانى فيه ليفر بول بشكل كبير جدا لكن إنه يفنش السيزن مركز ثالث أعتقد يبقى نتيجة كويسة لكن للأسف هاري كين تمكن من تسجيل هدف في مباراة توتنهام وليستر وبالتالي بيحسم لقب حداف الدوري الإنجليزي فاصل ونرجع لكم مع جليليو نرجع لكم مع جيل جيل نجم النادي الأهلي محمد عبد الجليل هيكون ضفنا النهاردة في السادسة تابعونا واستنونا بعد الفصل أكيد طبعا واحد من فواكه الكرة المصرية واحد من حريفة النادي الأهلي اللي كنت بتستمتع بيهم في الملعب وأنا بستمتع كمان لما بيكونوا موجودين معنا بشكل شخصي هنا في السادسة كابتن محمد عبد الجليل ضفنا النهاردة مساء خيري كابتن محمد وأهلا وسهلا بيك يا حبيبي ربنا أخليك لهي وأنا مبسوط جدا ببقى معك والله يا أحمد بحس إن إحنا والله أنا من اللحظة اللي بعرف إنك وفقت شرفت في استوديو ببقى منتال منتال ساعد ده بيتي طبعا بيتك طبعا ده أكيد يعني ده الأهلي وانتوا جايبين صور حلوة أول كمان لهي مبروك مبروك التأهل اللي قبل نهاية دورة الأبطال آه والله مبروك مبروك فعلا على جمهورنا ده الأهلي يعني فرقة من الفرق سانداونز دي فرقة رخمة يعني بيلعب كرة حلوة وكرة سهلة بيلعب كرة حلوة وجميلة بس برضو عارف ما تحسش إنه هم مخربشين يعني أو يعني مش اللعب العشواء اللي يخوفك مارس انت في فرق بتنقل نقلتين وتروح مدخلك جوه جوه الثمانتاشر فيعملك دربكة شوية هو الراجل المسيماني أرى أرى الليلة بتاعتهم الأول مطشين ساب لهم الاستحواز وسلبهم ولعب برامي مش المرة الأولى اللي يلعب فيها مسيماني بالطريقة دي لا يعني في مطشات كتير لا اللي عملها فيلر عملها مرة فيلر مع سانداونز برضو حط محمود متولي قدام الأربعة نفس الراجل اللي عمله بس حط رامي ربيع المرة دي هو بيني وبينك كان لما شفت التشغيل قلت مسيماني بيلعب أمار بقى له كتير ما بيلعبش كده فيترى حيجازف ويلعب حظ الراجل ده حلم معاه الشناوي وراء معاه فرقة محترمة معاه جمهور حد سوالحرج معاه ضارة واقفة في ظهره وهو كمان مش عيب إن أنا أقول مدرب محظوظ يعني التدريب ده ممكن يا أحمد يبقى 70-80% مهارة وشطارة وتاكتك وتكنيكو ولازم يبقى فيها 20-30% لتوفيقه حالي بس هو ما أخذ النشف ولا مواجهة مهمة ولا بطولة أو مطش أو لقاء صعب أو كبير يعني كنت بتكلم في بدايات إنه ظروفه مع الأهلي صعب على أي مدرب يعني من أول ما تولى المسئولية جينا زنقناع على طول في قبل نهائي ونهائي دوري أبطال وجينا زنقناف دوري وكاس ومع ذلك حقق راح بطولة كاس عالم أندية لقى 3 مطشاط حلوين ورجع لنا ببرونزية ولا أروع يعني شكرا جزيلا حتى في مشواره مع دوري الأبطال السنة دي كنا شوية مش عاجبنا أداء الفرق خصوصا في المطشاط المحلية وحصل لنا شوية مطبط كده لكن دايما كان حاضر يعني مطش فيتا كلاب في الكونغو اتعدلني هنا روحنا هناك لازم نكسب قدمنا مطش محترم جدا سنداونز وإحنا جايين هنا نتعرف أنه رمضان كان الأهلي ضرب ضرب ما فيش تيمة بصراحة فيش فرقة بتلعب 3 مطشاط كل 6 يامة يا كابتل محمد عندك إصابات عندك غياب للعيبة مهمة زي حمدي فتحي علي معلول عندك لعيبة مش فورمة يعني بتحاول ترجع راجع من الإصابات فلسه ما استعدتش اللياقة المطشاط ورغم كده رايح تلعب سنداونز واحدة من أقوى الفرقة في دوري الأبطال في النسخة الجديدة وقدرت تكسب هنا 2-0 وتتعادل معهم واحد واحد طبعا بص انت عملت دافع وأنا عايز أدافع والكابتل في القناة في التحليل بيدافع إحنا مش متعودين يا أحمد كلعيبة الأهلي أو جمهور الأهلي مش متعودين على الأداء ده آه بنكسب وخدنا بطلاط مع الراجل دوري وكياس سوبر ثالث عالم بس إحنا من جوانا بنحب الكرة الحلوة أكيد ما في الشك طبعا الأهلي اللي هو بيتغزى كده بالكرة الجميلة والمتعة والمهارة بتاعت اللعيبة فأنت طب أنت فتحت لي سكة حالو فضل أنا لأول مرة من فترة طويلة هبتدي القايمة بتاعتي تكتمل تمام يعني إن شاء الله بإذن الله إحنا شفنا علي معلول نزل بتدريبات جماعية حمدي فتحي إن شاء الله راجع محمد محمود الولد ده الحقيقة واحد من أكيد أنت أنت حريف وعارف محمد محمود عامل إزاي ناصر ماهر يعني أعتقد أنه شوية بشوية برضو هو ناصر الشخصين كمان عايز ياخد فرما عشان الأولمبياد فالقايم بتاعتك هتبتدي تكتمل ضغط المطشط يبتدي قل يعني فكرة دوري المجموعات بتاع دوري الأبطال خلاص ما بقاش فيه الضغطة بتاعت الدوري المحلي ما بقاش فيه هتلعب دلوقتي تاخد نفس عشان يصلح المصار والأهلي يقدم الكرة الحلوة اللي جمهير النادي الأهلي بتاعت عليها نعمل إيه يا كابتن محمد هو الأول الدفعة بتاعت إن أنت توصل قبل نهائي دي حاجة محترمة جدا إن شاء الله خمسة أيام يرجعوننا بكاس السوبر يبقى دفعتين تبتدي تخش الدوري والدوري السنة دي أحمد من السهل الزمالك في الأرخمة في الكرة واللي ما يقولش كده يبقى مش بتاع كرة أو مش لعيب كرة هيتعبك في المنافس هيتعبك لأن فريق الزمالك دلوقتي بيعرف هو خد منك البلاس تسعين دلوقتي بالتده يكسب البلاس تسعين اللي ما كانتش عنده فأنت تخاف منه إنما الأهلي معروف إنه هو في الزناءات هيعدي الرجوع اللعيبة علي معلول ده يعني أنا ما شفتش لعيب يفرق مع فرقة زي ما فرق علي ليه؟ طيب تسمح ليقف عند علي معلول طبعا بنقول ألو 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 أيوة أنا جبت الصوت على طول على الفكرة ما ما قالوليش على الاسم بس أنا من أول ألو لا ده مسل الأعلى كابتن علامة يهوب نجمي النادي الأهلي ومصري طبعا ده مسل الأعلى كابتن علامة الحمد لله ربنا خليك حبيب والله يا كابتن أنا فتحت عيني متطيب كابتن علامة عرفت يعني إيه تشق على الجنعة على طول من حضرتك فدي خدتها منك طبعا مع الفارق يعني حضرتك أعلى كتير كابتن انت عارف لا يا حبيب انت عارف والله محمد أتكلم محمد علي بقول لي ده معنا النهاردة مع أحمد عبد جليل حبيب وانت عارف انت بالناس لها بحبها جدا يعني بره الملعب جوة الملعب وكنت لعيب طبعا يا رب خليك كابتن اه والله بحبس فرج عليك ولما طلعت معنا يعني انت كنت غير صغير يعني وبعد ما يعني عادل كل اشو هقول لك المسلس عد الجليل وعمر وعادل طب انت ما لك عادل بس سلم لعليه لما تشوفه الوقت ده بحبه أسفل عادل ده جميل وانت مرموها كنت صنعين مع بعض وانضر الله لا ده عادل ده حبيب قلبي ده وعمر نحب نكشه بس وعمر واني ماشي علاك مع بعض كده حبيبك هو ده اهدي ده الاهلي عجلجل لازالك كنت عم بتتكلم عن نادل اهلي وقتي هو ده نادل اهلي صح صح احنا طلعنا كده ان احنا كنت صغارين لما كان لعبة كبيرة كتتتفرج علينا وتتكلم علينا كلمة حلوة الواحد بقى مروح البيت مش يعني مش عادل اقول لك الفرحة عاملها ازاي اه 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 اول ما كنتش بدخائل مثلا ان انا انا جنب الناس ان انا كنت بتمنى شوفها دي هو ده نادل اهلي بس بس قولي يا كابتن علاء يعني انا بتهيالي انت انا يعني كنت لسه بقول انه يعني طبعا احنا بنحب كل نجمنا لكن في لعيبة بتبقى فكها في لعيبة بتبقى بتحب تتفرج عليها وهي بتستلم وهي بتوقف وهي بترقص وهي بتسجل وبترقى لي انت وكابتن عبدالجليل من اللعيبة دي اللعيبة الحريفة اللعيبة الموهوبة انت وانت في الملعب وانت لا دي مش يعني شهدت فيك مجروحة كابتن علاء انت يعني واحد لا علاء موهوب ده حاجة كبيرة جدا عند كل جماهير النادي الاهلي بس انا عايز اعرف الحريف الملعب بزلات لما يبقى كابتن كبير في نادي الاهلي لما بيشوف حد كرته حلوة داخل عليه في اللي طالع من الناشئين او لسه بيبتدي مشوار بيتعامل معاملة مختلفة بيديله نصايح بيديله توجيهات بيشتغل عليه ازاي على طول يا أحمد أنا كنت بقولك أنا ما طلعت وكنت ملعب كبير يكلمني أنا مش عادي تقولك أو ينصحني أنا مش عادي تقولك بعمل ازاي بص يا أحمد أنت اللعب الحريف عنك بتروح له بتحب تتكلم معاه بتحب تشوفه بتحب تقوله لو في حاجة بتحب تجوله رصيحة بص يا أحمد اللي احنا تربنا فيه في النادي الأهلي والله مش عشان مش عشان ما كنت في النادي الأهلي أو مجاملة صعب تلاقيه في حتة تانية صعب تلاقي حد كده بيطلع انت بتاخد بأيده وفي وقت حيزك يبقى أحسن منه يعني انت فاهمني يعني هي هو ده النادي الأهلي عشان كده النادي أهلي نادي مبادئ نادي أخلاق بيعلمك حاجات كده من غير ما حد يعلمها لك انت بتشرب على وحدك صحيح لما اللعب كبير بياخد بيدي لعيب الصوير هي بتبقى عارف عادة فيها ما انا فاكر اول ما لعب حقيقي حد برضو اللعبة كبيرة اللعبة كبيرة كلها يا احمد عايزك تبقى بص يا احمد اللعبة عايزك تبقى كوية هو ده الفرق مش عايزك تبقى وحس انا عايزك تبقى كوية صحيح فخلاص علابي بيستلمها من نجم كبير بيسلمها لعبد الجليل عبد الجليل بيسلمها لحد تاي عشان كده النادي الأهلي يا احمد يروح يجيل يجي يجيل عمام تحصص فيها دي من زمان مش جاية كده صدفة. لا. صحيح. ده جيل بيسلم جيل بيسلم جيل بيسلم جيل على اسس وعلى مبادئ وعلى ان هو انت انت عارف انت موجود فين. هو ده اللي ده اللي بيفرق احمد بن اي حد. حقيق. 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 انت عارف موجود فين فانت مقدر المكان ده. عشان كده الناس كلها فاكل عبدالجلي. عبدالجليك. ربنا خليك كابت. طبعا. طبعا. بعد ان انت ممتعني في التحليل والله كابتن علاء لان انت بتعكوره. ناضي بتعكوره والله. حبيبة كابت. انا مش عايز اطول عليك يا احمد انت معك صعدة. 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 وحاجة ممتعة جدا. حبيبة كابت. وانت جيل جيل معك كمان يا حytes سامير حاجة ممتعة. الله يخليك كابتن علاء. صح صح. صح. وانت طيب انت طيب. عمام ببسيك كابتن علاء. اناس يا كابت. شكرا شكرا كابتن علاء. الله عصيد ده مسألة الاعلى ده. اه. انا في كنت بتفرج عليه لما جاب الجنف المصري. ايوه. انت كنت تفرج على مين؟ الاول قبل ما تنضم للنادي الاهلي او قبل ما بتلبس فنانات نادي الاهلي. مين الناس اللي حبيبتك كورا؟ هو في غيره. كنت الخطيب. بيبو. يلا هو انا كنت فماتش المريخ في الدولة. يعني انا عايز اقولك في جيل اتظلم انه وشفش كنت الخطيب في الملعة. يعني تعرف يعني النهاردة مثلا تتكلم على الجمهور اللي عنده مثلا اه اه عشرين سنة. لا بس بيشوفوا جواله. طبعا اه اه. بس لا ما عصروش الوقت اللي هو كان بياه. يعني انا كنت في الاستاذ ماتش المريخ ده. واحد عدا في البرتقانية. انت الحاجات دي كنت بتشوفها بيتنباهر بيها. ايوه. لما كان مثلا ينزل واحد من الجمهور والشرطة يروح جاري هو. اه. ايوه. بالحاجات دي هي. تفهمني. وبعدين لعبت بقى مع مين. مع الكابتن طهر ابو زيد. طبعا. كابتن علاء مايهوب. كابتن بادر رجب. لا لا لا. حاجة في الكورة بتوقت تتفرج عليهم وهم بلعبوا. وبعدين طلع عليك وليد صلاح الدين. ومعك عمر انور ومعك عادل ومعك هاني رمزي. لا. انا مش عايز انسى حد. والله يا احمد زي ما الكابتن علاء بيقول. جيل بيسلم جيل بيسلم جيل وبتنصح. يعني بتتكلم. بس خليني اقولك الموهبة الحرفانة يعني. قلت شوية في الجيل الحالي يعني. قلت كتير. قلت كتير. والواحد ما بيصدق يشوف واحد يلعب لها بحلوة. يعني مثلا كرة افشا اللي جابها الجون التاني في نهاية افريكا. وهو بيحطها على فقده. بقول يا سلام لو تلتش. هي لطشت. ولطش. ما انت قاعد بتتفرج. ايو. النهاردة مطش بيرامدز وانيمبر. قبل ما جيلت. ايو. واحد واحد ده اللي خلص اه. الجون بتاع ابراهيم عادل. قطع على الكورة. اقول له يا ابن الذين لو حطتها لوب. اكسم بالله راح عملها لوب. واحد دخله في الجون. لعشان انا جبت جون زيه في بطولة افريكيا. اهل اتحاد الليبي. ايو. هناك. على الثمنتاشر وعملتها تشيب. دخلت لوب. بس ما كانش بقى فيه بين سبورز لزاعات كل حاجات دي. يعني ما حدش شاه في الجون ده. ايو. فهو بيعمل. فالواحد ما بيتصدق يشوف يا احمد وليد. لمحة. لعيب يعني مثلا الكورة كان تيجي الود وليد صلاح الدين ده. ايه ده. ايه ده. بتفهمش تشماله من يمينه. لما تيجي الحازم امام هو بيعمل. بطولة تفهمش تشماله من يمينه. عبدالسطار. عبدالسطار صبري. اه. علاء مايهوب ده كان في ثانية. في ثانية يشقق على الجون كده. لا بيجري كده ولا بيجري كده الجونة هوق. القصة فين. يعني يعني. انا معنديش شك ان فيه موهبة. بالضبط. يعني يعني. انا متأكد انه الميت مليون فيه منهم خطيب. وفيه منهم وليد. وفيه منهم عبدالجليل. وفيه منهم طهر ابو زيد. وفيه منهم علاء مايهوب. فيه منهم حريفة كتير. بس المشكلة فيه. وعلى فكرة ده مش بس. مش بكلم على الاهلي. بكلم على كورة في مصر بشكل عامل. على كورة. انا في قطاع ناشئين بقى لي خمسة سنين. لما بشوف بس لمحة واحد. بتشم كده ان هو بيجي منه. بتقعد تقول له اعمل كذا وعمل كذا وعمل. بتنمي عنده الحتة دي. اه. اغلب اللعبة احمد مصنوعة دلوقتي. اه. او مكتهدة. يعني بيكتهدوا. في الملعب. يعني. لكن مش مش. ما فيش الموهبة للفطرية. لما تشوف واحد كده بيقطع كده مثلا ويدوس على الكورة مثلا ويحطها مثلا هو بيجري. مثلا متسقق. بتشوف حاجات كده في لعيبة معينة في الدوري المصري. بتقول لا الولد ده لعيب كورة. دماغه فيها الكورة. فيه حد حوالينا. يعني لو انت بتبص على بطولة دوري الأبطال. مثلا يعني. مين اللعيب اللي في الفرقة اللي كانت موجودة في البطولة بتحس انه عنده الكورة دي. مين اللعيب اللي نفسك انت شخصيا مثلا. انه اللعيب ده ممكن في يوم اللي يميل بستي شيرت النادي لأهل. اه. حمد الهوني. حمد الهوني. التراجد تنسى. اللعيب من حاجات بتاع الطرق التايب. هو ليبي اساسا. هو ليبي بطرق سبحان الله. لأ لأ لعيب كورة تتمنى ان يجي ناد الأهل. مم. عندهم انا كنت لسه هقولك. ان التراجي عندهم تلات لعيبة رخميين. انكم دهوني. بين رمضان. حداف يدافع وبيهاجم بالرمضان ده. هداف الفرق. ولبس تامانات. جاب جون اعتقد في مطش. اللي فاد? المطش المبارح. لأ انا شفت له قبل كاستانة نفرقش على المطش المبارح. لا جاب جون المبارح. انما لعيب كورة بيوصل. هو مش معروف قوي. يعني الناس كلها حمد الهوني. طي يا سين الاخنيسي مش عاف ايه. انما ده. ده هو. اعتقد ان المسلمانية هيركز عليه جامد. طيب مطش الترجي ده تحمل ما ينفعش المطش ده نسيب الاستحواز لفرد الترجي انا مسيماني سقفت له النساء بالاستحواز ليه؟ هو عرف هم بلعبوا ازاي بس الترجي زينا محواه كورة برضو يعني عفريت كورة فما يتسابلهمش الاستحواز طيب انا عايز اكلمك الاول على مطش نهدة بركان وانت عندك من النهاردة اول فرق ان شاء الله بإذن الله توصل النهاردة بالليل هم قررت قدرت النادي نطلع من جنوب افريقيا على قطر هناك على طول شانا بقى الدنيا في وقتها وفي راحها ومبقاش في اجهاد موضوع السفر ده وخلينا يكلمك شوي على استعداد الاهلي اللي مطش نهدة بركانه وانت شايف المباراة دي ازاي؟ تمام بس خلينا نشوف الاول زي انفو جراف كده عن مواجهات الاهلي مع الفرقة المغربية احنا لعبنا مع الفرقة المغربية كتير قوي اعتقد حاجة وعشرين مباراة اغلبهم كانوا مع الوداد المغربي والرجاء يعني الوداد عشرة تقريبا والرجاء ست مطشات والباقي مع فرق مختلفة بقى جيش ملكي حسناية اغادير يعني مش فاكر قوي بقية الفرق خلينا نشوف التقرير ونرجع نتكلم على مواجهة مباراة السوبر بين الاهلي ونهدة بركانه انت مش بطل انت بطل الابطال يعني لما عنادي الاهلي تعرف معنى بطل الابطال انت فريق متعود يواجه ابطال كل الدول انا كنت بقول لحضراتكم انه السنة اللي فاتت دي الاهلي على مستوى العالم الاهلي هو الوحيد على مستوى العالم اللي خاض مباريات رسمية مع ابطال من اربع قراط الاهلي هو الوحيد اللي قابل ابطال من اوروبا ابطال من امريكا الجنوبية ابطال من اسيا وأبطال من أفريقيا ومع ذلك بتستمر مسئلة المرض الأحمر قابلنا أبطال كتير جدا في طريقنا الحقيقة وعدنا بكتير من المصاعب وعدنا بكتير من المشاقات لغاية لما وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها وده قدرنا وده قدر كل لعبة النادي الأهلي عشان تفهموا يعني ايه بس فنلة النادي الأهلي مرة تانية براحب بيك كابتان عبد الجليل يعني ده مشوار الأهلي في مواجهات الانديا المغربية مشوار طويل طبعا يعني احنا شمال أفريقيا اللي حقيقة واخدب معنا شرط كبير سواء مغرب أو تونس بس احنا متفوقين الحمد لله متفوقين ما فيش كلام والسوبر كمان الأهلي صحب رقم قياسي انت الفرق اللي معاها ستة ألقاب سوبر وبالتالي بتهيق لي يعني ان حظوظك أكبر في مواجهة نهضة بركان بطل المرحل يا أحمد اسم الأهلي مرعب مرعب في أفريقيا أنا حستها وشفتها لما روح كنت بروح الأهلي أفريقيا طبع أفريقيا كان بيبعارفين اللعيبة بالإسم الأهلي تشيرت النادي الأهلي يعني أنا مسك قطاع ناشئين في المقصة خمس سنين لما جيح لعب النادي الأهلي لأ ده عيد للولاد بكلمك بأمانة شوفوا أنا مثلت النادي الأهلي ومثلت الزمال وعارف يعني إيه قال عبد النادي الأهلي وعارف يعني يعني بس الولاد مش عارفة الولاد نايمة بتحلم أن هي رايح النادي الأهلي راح تلعب النادي الأهلي النادي الأهلي جاي لها ده موضوع كبير ويمديت محاضرات فيه للأولاد عشان الرهبة دي تروح وما بتروحش تشيرت ده تقيل فبيمرعب لتوع أفريقيا التاريخ بتعمل أفريقيا التاريخ بيقول كده بزد شوف احنا بنعد مثلا 3-4 عيبة في الترجي الترجي بيعد 7-8 عيبة في النهي دلال يعني احنا لما كنا نلعب مثلا مع أفريقاسبور في النهي أفريقيا مثلا شوتينج ستارز مش عالف ايه لأ كانوا بيقول لك رقم 10 ورقم 6 ورقم 8 ورقم 5 في الأهلي تفاهم انت مسلا تقول ايه كان أفريقاسبور أرن سيرجي ماجي ورقم 14 وخلصت بس أحمد وطارة كان فرد بس انما هم يقول لك جليل يقول لك أبو زيد يقول لك مايهوب يقول لك مش حارف مين 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 ليه ده هو الناد الأهلي بجد مرعب للفرق الناد الأهلي لازم يستفاد من 30% الرحظة بتاعة نهضة بركان دي هو قد تتكر ان نهضة بركان دي مش عاملها ألف حساب لناد الأهلي ايه احنا شوف عاملين حساب لنهضة بركان اه مش هو الفريق الواو مش هو بطر المغرب قوي يعني زي الرجاء زي الوداء والمسم بتاعه السنة دي مش حاجة عظيمة مش قوي حتى لما كسب بيرامد بجون كده وقبل كده الزمالك نتقالي كسبه في النهائي فمش ده الفريق اللي يتخاف منه ولكن قدر الناد الأهلي انه بيعمل حساب للزغير قبل الكبير وده اللي لازم بيعملوا ليه بخاف انا بس من المطشات اللي بتتحسم او البطولات اللي بتتحسم مطش واحد دي يعني مطشات الكؤوس دي عارف دايما ايه بتبقى فيها مفاجئة اه ده احنا عطاولة فيها دي مطمن انت كابت المحمد لا جدا لا اصلا اه اه نوعية اللي عبتة الأهلي بتعرف ازاي تخطف يعني حولك على حاجة اه الراجل في المطشين ايه فكرني فرقة صانداونزي فرقة مين زمان الاسماعيلي هما بيلعبوا بكرة برازيلي كده يا كابتن على العجوز وفكري والله يرحمه حازم وعمد سليمان اكسم بالله كانوا يدوخونا بالكرة زي بتاع صانداونزي تاكي 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 واحنا نزبر نزبر وروح تاك لدعين الدوري ولدعينها وخلصنا الليلة اه انا فكر مطش اسكندير 4-3 ده فالاسماعيلي زي صانداونزي كده فانت بالنادي الاهلي بيعرف ازاي يكسب اه سيبك تنقل ويعمل ويه بس في لحظة انت عندك لعب عندها مهارات والمهارات دي مش موجودة في فرق كتير ايه يعني الجن اللي جابه طاهر الهنا اه في المطش بتاع القاهرة اه يعني اه يعني الكرة ناعة الشماء طاهر لسه مجاش على فكر يعني انا بشوف طاهر في حتة تانية خالص ايه بحظه وحش حطت امل كبير جدا على طاهر هو لعيب كبير ايه ولعيب كويس قوي بس هو حظه وحش ان فيه الاتنين تلاتة اللي جنبه مش مش فايقين شوية اه يا عم حسين يا شحات فوق شوية اه حسين صعبان عليها قوي بس كويس انه قاعد شوية ان شاء الله هيرجع قوي قوي تقول ايه لحسين يا حسين من اللعيبة الحريفة برضو اه ما يحط شهدانه مع الناس ما يحط شهدانه معنا اه يا حسين انت لو مش لعيك كويس مش هنقعد ننقودك ونقولك يا حسين لا انت عندك حسن من كده بس حسين كان في المقاستر اه ويعني ايه حسين الشحات ده لما بيفوق بيفوق فرقة يعني اخر جنب بتاع الدحيل ده اللي هو انا بايه تقعد ونط وقوم وقتش تنفيه اللي كده وكده ده كان الرجاء ما دي حاجاته اه ايه الرجاء والدحيل والدحيل هناك اه ما دي حاجاته طب انت مش عايز تعملها ليه تاني اعملها وتتقطع يا عم ما تقلقش بس اعملها حسسني حسين دلوقتي بيروح يا احمد على واحد ضد واحد بيروح لفف وراجع معم تلعيب كورة تعرف انه هو مش عايز كان الاول يروح تاك 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 ويعدي تتقطع بقى يعدي تقبط فريج وتعدي كان عنده الثقة هو الثقة رايحة منه دلوقتي لعيب لما الثقة تروح منه يستعادها ازاي كبتم حسين؟ يدوس على نفسه التمرين يقفل ودانه واحد ضد واحد هو عنده ميزة فيها روح يا حسين روح وتتقطع منك مليكش دعوة بس روح لو عدى مرة واثنين هتيجي هتيجي وهتيجي انا فاكر كويس كنا في قصة لعيبة عمالك سوف اقول اسمه لعيب كورة ايه حكاية في التمرين حكاية في التمرين لعيب كورة فبقوله انت كابتل يعني اللي شفتك بترمس روف مطش ولا ايه مجيلك انا انا صغير في السين اللي اتاك بتحطها لي في رجلي يقول لي انا بتشتي وانا قاعد عالدكة فاي عم غلطنت ومش مهم هي دي الثقة انا كنت اخد الكورة واروح تتقطع بقى ما تتقطعش الجمهوري يزوم علي ما يزومش العب لعبك يعني اه لأ دروح عدي من واحد وعدي مرة تيجي ومرة اتنين تلاتة بتتقطع مش مهم بس حكت اللي انا بحبها ايه طريقتي انا كنت معروف بالكنافة دي فكنت اروحها هاتاك تخبط في رجلي مش مهم اعمالها تاني هو النقطة اللي انت بتقولها التفكير في زومت الجمهور دي طبعا بتخليك اساسا يعني تضيع منه اه انت خلاص مش مركز انت انت دماغك مش في الكورة اللي قدامك انت دماغك في حتة تانية خالص اه حسين بس هي برضو دماغه دلوقتي في السوشيال ميديا مهما فيش جمهور بس اه لما تطعميني كورتين ثلاثة هيكتبوا علي يا عم اقفل التويتر واقفل اقفل يا عم ايقفل والله هتجد اه انا لغاية دلوقتي ما عنديش ما الناس بتقفل صحيح اقفل ويركز طب ما تقول لي قولي الطريقة اللي ت يعني الى حد ما اخر مطشين اللي عامهم من النادي الاهلي كان بيميل فيهم اداء مستر مسلماني للناحية الدفعية سواء مطش القاهرة اللي احنا كسبناتني او مطش لا وفي مطشات في الدوري ما كانش يفائقين برضو يعني في مطشات في الدوري يعني حظنا برضو حلو طيب انا انا بنعرف نخلص هقولك حاجة عشان اقفل صفحة الدوري تمام اللي فات مات ليه لا اقولك ليه تمام لانه انا بشوف انه الاهلي تظلم بشكل كبير جدا في ضغط المطشاط انك تسافر من اسكندية ترجع على المحل على المنصورة على مش عارف فين يعني اهلي في زمالك في التحاد كانت صعب عليهم نمشيها كده نمشيها كده اه نمشيها كده وكمان غيابات مهو يا احمد مهو مشيها كده عشان عشان هحسب على اللي جاي يعني بتكلم فينه وهمشيها كده انت دلوقتي ما عندكش ضغطة المطشاط اللعيبة يا كابتن مركزة في الكلام ده اه قصة انت بتقول وانا بقول وعلى من هوك كان بيقول اي وشريف عمانم كان بيقول وسيد كان بيقول لا انت اجهاد 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 انت النهارده انت النهارده مطلع سان داونز مش مطلع اي فرق انا مش بتكلم على طلعت او دخلت انا بتكلم على حتة الاجهاد خلاص بقى اللعيب الاهلي لا يلعب يلعب مطشين في اليوم اكذا ده النادي الاهلي بتكلم انا مواحنا على ايامنا كناش نيجي من المنتخب نروح النادي نرجع من النادي نروح المنتخب اه ما كانتش فيه كل 3-4 ايام مطش انما كفاية ضغط الجمهور عليك انت بكتلعب ومئة الف ده ده ضغط الواحده ولا تقول لي 3-3 ايام مطش ده المئة الف دول كانت كنت تعمل كتا في الملعب فانت دلوقتي لو كملتلك السؤال ممكن تبقى وجهة نظري اوضح دلوقتي بفيش مطش كل 3-3 ايام دلوقتي فيه مطش تقريبا كل اسبوع وافريقيا اللي كنت برضه بتلعب فيها وراء بعد النهارده عندك مطش لعبته في خمسة المواجهة اللي جاية مع التراج ان شاء الله في 6 وان شاء الله لو تأهلت النهي يبقى في 7 فعندك مساحة كبيرة جدا تحضر وتكتك وتريح نفسك دي فعالة ده انه اللعيبة كمان اللي كانت بعيدة بقالها فترة بتجدت ترجعلك ومنهم لعيبة مهمة جدا زي حمدي فتحي وعلي معلول بتقالي انه علي معلول مفيش خلاف على انه اضافة كبيرة جدا حمدي وعلي واجايه تلاتة دولة موضوعات اجايه بس مليان شوية اجايه لما رجع من الاصابة وعمل مطشين جامل جدا جدا كان نجمل اهلي اعرف ليه كان اشتياء كان حلوة رجوع احنا جربنا مرة انا كنت ماسك مدرب عامة طريق يحيا في المقص وكنا بقالنا اسبوع عاملين فترة اعداء اسبوع وجي النادي الاهلي كان هلعب بتروت افريقيا فعايز يلعب مطش فطريق يحيا قالي هنلعب مطش معي قلت له اهلي ايه هنبتدي بعد اسبوع فترة اعداد هنشيل ستة سبعة هنت عايز سحبة العال قال لي اسمع بس هنلعب عشان النادي الاهلي قلت له نلعب بتعديلنا اتنين اتنين اول ما الحاكم صفر رحت رامز صفرة وقلت لهم محدش يقول لي دراسات محدش كلمت الدكتور محمود سعد ايه دكتور الموضوع قال لي يا بي ده اشتياء للكورة حلاوة روح زي ما بيقوله انما انت لو لعبت مطش بعديها باسبوع هتبقى زي الزفت فاجايه كان المطشين اللي عملهم دول اشتياء للكورة وكان يعمل كده ويعمل كده ويعمل فكان فيه زي ما تقول اول ما الاشتياء ده راح ابتدى بقى لين هو ما عملش والرجوع بتاعه كان لازم يطلع تدريجي تدريجي قال سنة اربعة وتسعين كل مطش يجون كل مطش يجون فجي الجهر يالله يرحمه ومسك الزمالك قال لهم عبد الجليل بعد عشر مطشات هيحصل له ضرب فهو مفرموش الناس قال لهم هو ناهد دوري وطلع فورمة عالية قوي فعلا انا كنت ناهي مطش المحلة اللي جونل عالطاير نهاء الكاس وكت عامل الموسم ناهيه ولضامنا على طول في الدوري فكت اعلى فورمة في مصر ساعتها وفعلا عشر مطشات وكانت نفسي بعمل كبع لوحدي وانش فهم في ايه ولا بصهر فسألت قالولي انت كنت وصلت فورمة عالية قوي فلازم تنزل لك حصل لك ضرب فاللي حاصل لها جاييه كده مطشين دول كانوا واو بعد كده مش عارف يجيب نفسه شوية 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 ويتصاب ويرجع ويتصاب ويرجع فلازم يده عشان كده عالي معلول انا مش عايز الناس تفتكر عالي لما يرجع يرجع طوب فورم لا مش هو عالي بتاع الكروسات ويتطلق ويعملها ممكن يعمل لك مطش عالي قوي بس محدش يطلب منه انه هو كل مطش يعمل كده لازم يتدرك سنة 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 عشان يوصل الفورمة تشوفت ايمن اشرف من شهرين كان اعلى فورمة في مصر ما انا كنت بقول ده في بداية الحلقة ايمن وهاني ايمن وهاني مربع ده من ساعة ما رجعه لسه البلاستر اللي على الرجلي ده انا بحس يعني انهم متكلبش احاسس بي عضلاتهم مش شيلاء ايمن فورمة ضرب بتاعه ده عشان اجهاد زي ما انت بتقول شبع شوية لانه كان مستوى عالي قوي هو محمد هاني فما يقلقوش ده يعني اسبوع عشر ايام ويرجع تاني للفورمة عادة ان شاء الله طيب ارجع لسؤالي مرة تانية الطريقة اللي اللعبية مثل الموسمية تميل اكتر لانها تميل لناحية الدفاعية اكتر منها كرة الاهلي اللي احنا متعودين عليها هل تتوقع انه يلعب مطش نهضة باركمة نفس الطريقة ولا هنشوف اهلي مختلف نعم هتشوف اهلي مختلف اه شمال افريقيا ما سيبلوش استحواز ابدا لا شمال افريقيا حتى لو بندعبس من اي بلد شمال افريقيا كلهم ارود كورة زينا اه يعني مغرب جزاير تونس فيهم الطبع بتاعنا فلو سيبتلو استحواز هيفرومك يعني واحد ضد واحد في نص الملعب لازم انت لسا اغلب بمطشات الاهلي مع الترجل اللي كنا بنكسب فيها هناك ثلاثة ورادس كنا احنا اللي بنضغط واحنا اللي بنستحوز واحنا اللي بنسي الكرة وبنقل انت سايد عيد اسمه ايه سايد حمدي سايد حمدي سايد حمدي مع جده بيكيلو في التمنتاشر وسايد عبد الحفيز برضو مع معلم فنوة واحدة في النقص بعدين انت معاك ميزة بقى كم ده قوي اول مرة نادي الزمالك هشجع النادي الاهلي فموتش الترجل لا 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 انا بكلمك بقى انا عديتي مع نازم الكوية كتير قوي بقولك اه اتقرسوا من الترجل شوية وزعلني من الترجل انت بتزعلني او بتفرحني؟ لا افرحك لا اهو نفرح لما اعرف انه العادي انه الزمالك هشجعه الاهلي قدام الترجل لا مش العادي قوي يعني ما انت عارف اصل لو ما فيش الشطة بين الاهلي والزمالك وشوية الكهرباء دي اه بس الشطة انشطة دي بنا وبن بعض هنا اه يعني انا شجعش الزمالك وهبيلعب مع الاسماعيلي ولا شجعش الزمالك لكن لكن لما الزمالك يتلع هيلعب بره انا طبعا ان انا هشجع انت هتشجع وانا هشجع انما فيه ناس ميبتشجع فالنهاردة ان بس ده ابن بالدي في الاخر مهما كانت المنافسة بيني وبينه بل ابن بالدي ابن عمي ابن بالد اخبت بص الكورة بن اهلي وزمالك على مدار السنين ده موضوع تاني بس دي حلوتها يعني اي انما انا بقول لك هيشجعوا المرادة من قلبهم انهم محروقين شواء من الترج دايقين من الفصل اللي عملوه الترج سوما انا كنت برضو بتابع على السوشال ميديا كده هم عملوها في الترج يعني فيك ناس كاتب انه ده حصل برضو في الترج قبل كده او في صفاقسي تقريبا من زمالك اه 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 فبيردوها يعني طلعنا من القصة دي نطلع من القصة دي اه اه وخلينا في موضوع الاستحواز بتعالبا انها ده حلوك طلعنا حطي التشكيل اه بقى الشناو ربنا نحروصه محمد هاني بنون اه ياسر ياسر اترايح ربيعة معلش اه لان ياسر لو ما كانش يجابه الجن وابل كده طلعنا نقف نقف عند خط الظهر هنرجع له اه او نبتدي خط الظهر من اقوله وديدي يمكن تغير رأيك ماشي بس نقول قالو انت هين يا كابتة محمد قالو قالو ايوا ازاك يا بني عمرjo مين 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 ده مآ دويت تو عمرا هنور يا دويت تو يا كابتة محمود ازاك يا بيبو ازاك يا عمرا يا خراشي بقى انا عرفت صوت الكابتن علم يهوب ومش عارف صوتك انت لا لا تبقى لكم كتير ما اتكلمتوش بقى يا كابت milligram ولا ايه اه الا الكابتن علم له ليجمى بقى لكم كتير ما اكلمتوش بقى اه يا ميجمى صح اه ازاك عمر ازاك حبيبي انا فعلا بقى لنا كتير والله ازاك كابتن عمر بنوارنا لا بس واضح كده يعني هو لسه بيستعد زكرياته ومطش المحلة والشيب باص اللي انت عملتهاله وبعدين تقول له قال له ما يعرفش الصد هو احنا عايسين على الكرة دي انا وانت بس ولا ايه الناس مش فاكرة غير الكرة اللي انت عملتهالي وانا حطيتها في مطش المحلة هي دي بس اللي فاكرينها لنا الحمد لله الحمد لله انهم فاكرين برضو منور الدنيا كابتن عمر انت عندك مطش يوم ستة وعشرين بالتوفيق ان شاء الله حبيبي يوم الاربع اللي جاي يوم الاربع اه مطش فاصل في نادي السكة مع الزمالك طب تتمرن انت عمورة وربنا يكرمك حبيبي يا ربي يا مساء الحال ان شاء الله كابتن عمر حلقة تستدسها يوم الاربع هنبتدي الحلقة بعد ما مطش يخص ان شاء الله نتصل نبريك لك وتكون معنا على التليفون ان شاء الله باذن الله يا ربي الله يا كابتن عمر شهادة لواجه ربنا انا في قطاع الناشئين بقالي خمس سنين ست سنين فريق التسعة وتسعين اللي انت مسكه السبعة وتسعين والله يا عمر انت عامل معهم انجاز ان انا لعبت التسعة وتسعين دي من سنتين ثلاثة ما كانوش كده عمر ودي شهادة فعلا والله يا احمد انه هو ياخد بيهم بطولة السنة اللي فاتت ان انا كنت بلعبهم دايما ما كانش بالقوة دي حتى فريق سبعة وتسعين لان ما كان عمر ماسك بسرعة فده اشتغلنا سوا انا وهو كمان في المقصة مدرب كبير الله مدرب كبير كبير يعني ربنا اكرمك عمر ورغم يعني في حدود معلوماتي كابتن عمر ان فيه عدد كبير جدا من لعيبة تلعت اعراض ورغم كده الحقيقة الفرقة ماشية ما شاء الله ما شاء الله يعني نمسك الخشب ماشية بشكل كويس جدا وان شاء الله موفقين في حسم البطولة اه اه طبعا عندنا السنة دي اللي ادرنا ان احنا نطلع ثمان لعيبة اعراض اه لعبت الدولي المختار فده طبعا عمل معنا دروب جابت جدا مع وعمر احمد عبدالقادر ده كم معاك في 99 اه اه لعيب كبير اوى عمر وطارق فارس اللي عندنا البكريت على المقصة فارس اه فارس وشدي رضوان اعتقد فخري وعربي بدر فخري وعربي بدر ومحمد عبدالمنعم ومحمد فكري كلا يعني لا ما انا بقول لك تم اللعيبة السنة دي طلعو بسم الله ماشاء الله ايه اه غير الاتنين اللي هم طال 2001 اللي هو شدي رضوان وعربي بدر فكل دول طبعا لا عملوا فرق اجابة جدا ولكن الحمد لله لعيبة برضو بتوعنا السنة دي مين تقول اسمه دلوقتي وتفكر جماهير النادي بقى الاهلي بيتقول لهم افتكروا الاسم ده كويس يا كابتن عمر والله انا شايف دلوقتي اه انا شايف ان احمد عبدالقادر اه اصموحة انا شايف ان امحمد عبدالمنعم انا شايف ان الاتنين دول يعني السنة دي عمليه موسم قوي جدا جدا يعني في المستقبل وخلي بالك اول اتنين موليد تسعة وتسعين انضموا المنتخب الولومبي اللي هو مثل موليد تبعة وتسعين فده برضو اكبر دليل على كلامي كان فكري كمان ماشي كويس جدا السلولة الاصابة اللي حصلته والعملية اللي عملها دي عن طريقه كويب اه فارس ماشي كويس جدا مع المقصة بيرعب المبارات كلها بشكل ايتي ساعة اراه فانا شايف لا فيه مجموعة كويسة جدا يعني يعني ان شاء الله باذن الله النادي يقدر يستفاد منهم كويس ان شاء الله زي ما حصل للسنة دي كان استفادة فنية للعيبة واستفادة مادية للعيبة عن طريق الاعراف انا شايف ان ان شاء الله في المستقبل اللعيبة دي حيكون لها وضع كويس جدا في النادي سلام عليك يا صايد اللعيبة انت وصائد الجوائز انت والله اه عامل لي فقا مصطفى حسين ماشي لا انت مصطفى انا مصطفى حسين ابو الاشغال اه صح توفيق حبيبي ربنا شليت يا رب حبيبي عم وفق دايما على طول ويمكن انت يعني دايما انت اشد بالمستوى التدريبي بتاعي او ان انا عملت طفرة مع فريق تسعة ودسعين او سبعة ودسعين لأ انا برضو بقول للناس ان انت عامل طفرة كبيرة جدا مع فريق المقصة ومع الخطاع في نادي المقصة احنا لادنا المقصة على مدار السنين اللي فاتت دي في جميع الاعمار اه لا انا شايفني فيه شغل معمول كويس جدا وشايف الجهد بتاعك النبزول باين جدا استن اللي فاتت انا يمكن بالاخص استن اللي فاتت انا قلت لك الكلام ده يعني فريقتين عندك ياخدوا تاني جمهورية انا شايفني دي حاجة كويسة جدا ما كانتش حصلت قبل كده في النهاية دي عندك اه انا شاكن ده برضو مجهود المفروض يتحسب لك وحاجة لازم الناس اه تعرفها ولازم تتعرف الفرق ما بين الناس تتفتغل وناس تتفتغل ربنا يخليك لي يا حبيبي ربنا محرمني منك يا عمرو شكرا سوعة ده لا حقك والله ده حاجة هي مشكلة بس ان اه ان انا لما بتكلم عليك او انت بتتكلم علي الناس بتفهم ان احنا عشان علاقتنا ببعض بتتجمل بعض بس والله ابدا اه شغل يا عمرو يعني انا مهما جملت وما فيش نتائج على ارض الواقع الناس مش هتصدق كلام الواحد صحيح الحمد لله حبيبي ربنا نخليك يا عمرو اه الواحد بتتكلم من واقع النتائج وبيتتكلم من واقع التغيير اللي حاصل في القطاع ما يخد هو على المستوى الفردي او المستوى الجماعي فهو ده اللي الواحد مشجع الواحد انه دايما يتكلم ان الواحد ما بيتكلمش من صراعي لكل مجتهد النصيب دايما يا كابتن عمر حبيبك اكيد اكيد طبعا استاذ احمد وانت عارف احنا كلنا يعني متربين في النادي ونشانة في النادي متعودين على ان احنا بنبذل يعني اقصى جهد عندنا في المكان اللي احنا بنبقى متواجدين فيه فانا شايف ان ده دي حاجة يعني الزرع الجوانة او النادي زرعها من الجوانة لان احنا يعني كلنا موجودين في النادي من احنا عندنا 12 و13 سار صحيح دي حاجة الزرع يعني دي حاجة من الحاجات اللي الواحد يعني موفق دايما يا كابتن عمر موفق دايما ان احنا بنسمع صوتك وان شاء الله الاربع جاي نبارك لك انا بس قبل ما ارجع للتشكيل حسيتك كده اصلا برضو زيك بصراحة انا متحمس جدا لاحمد عبدالقادر يعني متابعه بتفرج عليه عشان الولد بحس عنده كورة مختلفة وسنه صغير ولسه برضو عارف لما تشوف الموهبة دي مع النادي الاهلي بتشارك في بطولات بتاخد خبرة بتاخد احساس البطولة اعتقد كمان تفرق معاه في مستوى بشكل كبير هو لعيب كورة من الناس بقولك الواحد بيستنى حد كده عنده كورة كده طيب فالولد ان هو بياخده كورة وبعدين يعمل كده ويعمل كده وبعدين يعملها بص كده تقول لا ده مش زي مثلا ناصر ماهر رمراح سموها يمسك الكورة على فكرة ناصر كان في الفريق السابعة وتعين في الاهلي وكان ماسكهم كوشة لساعة تعي عدناهم كان لسه راجع من الروباط صليبي وكان فرقة المقصة عملت له يفطى ونزلت له انا الملعب قبل الماتش وكان كوشة لي موجود يعني قلت له تعالى انا اسمع ان انت لعيب كبير قوي فلعب ما تخافش وانا منبه والله يا احمد نبهت على لعيبة المقصة وكان ماتش يعني بنلعب على الاول او التاني او تالت يعني قلت له مقوع حد يخش عليك يا ماتش سيبوه لانه ده مستقبل هو الولد فاكر الكلام ده يعني لو انت دخلت مرة معاه قل له عبدالجليل ونزل لك الملعب وقال لك ايه لعب ما تخافش انه كراجع من صليبي ده انحياز المواهبة للمواهبة الحلوة انا اخاف هو الولد خايف اخاف واحد يروح تبيب داخل فيه يا عجيب واقع قل لي بقى تشكيلة عشان نختب بيه حلقة نهارة ناشي نقول محمد هاني ان شاء الله ناشي الناوي طبعا محمد هاني بنون ياسر ابراهيم يعني تحيص كده شوية مع ان الرامي ده العشق بتاع رامي ده طبعا جميل رامي ايمن اشف تمام طبعا مش هلعب بواحد قدام لتال الاربعة لان انا محتاج ان انا اللي هلعب كورة وازيد حيلعب السلية برضو ان شاء الله وديانج قدامهم قفشة انا شايف ان ايوه حيلعب بحسين الشحات حيلعب بحسين الشحات اه وهو لو لعب بحسين الشحات هو مدرب صوية يبقى مدرب صوية اه اه لا لا يبقى مدرب زكي هو قرسوا وقعادوا بس هم يحتاجوا الحتة دي وطاهر ناحية الشمال وقلبي الشريف وينزل بقى المعلم اجايي وعلم علول خمس دقيقة كده برقى تقابل دايما في السادسة وتشرفنا وتمتعنا دايما بالكلامك كابتن محمد شرفتنا ونورتنا في السادسة النهار شكرا لحضرك وببارك لك مرة تانية وببارك لجماهي النادي الاهلي المرة السبعتاشر في تاريخ النادي الاهلي تقاهل الدور قبل النهائي في دوري الابطال نقفل صفحة دوري الابطال نفتح صفحة سوبر افريقيا موفقين ومنصورين بإذن الله ان شاء الله ونزود في خزينة نادي الاهلي لقب سابع لقب سوبر افريقيا ان شاء الله يوم الجمعة كلامنا مستمر ومتواصل عن المباراة المهمة جدا على مدار الاسبوع نقابل حضراتكم ان شاء الله بكرة حلقة جديدة والسادسة تحية لكم